دي كانت كلمة رئيس عبدالفتاح سيسي أمام قمة نيلسون منديلا للسلام اللي عقدت النهاردة هنا في أروقة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الفريقي الكبير زي ما قلنا لحضراتكم الآن تنضم لي ضيفة أمريكية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية الأستاذة إيريكا تشوسانو أهلا بك يا أستاذة إيريكا مرحبا طيب بكرة إن شاء الله الرئيس دونالد ترامب سيقدم رؤية أمريكا لمختلف القضايا التي تهم واشنطن سيلقي الكلمة يعني كلمة الولايات المتحدة للمرة الثانية منذ توليه السلطة ما هي الرؤية الأمريكية التي سيطرحها ترامب وستتضمنها كلمته غدا أمام الأمم المتحدة شكرا جزيلا الاستضافة طبعا الرئيس ترامب وأيضا الوفد الأمريكي خلال هذا الأسبوع سنركز على عدة أولويات مهمة مثل عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل هذا موضوع مهم أيضا توفير المساعدات الإنسانية وأيضا تحقيق السلام والأمن في كل إنحاء العالم ومكافهة الإرهاب وأخيرا إصلاح الأمم المتحدة فنتوقع أننا سنسمع من الرئيس ترامب هذه الأولويات وخلال الأسبوع الوفد الأمريكي منخرت في عدة لقاءات واجتماعات لتقديم وليحقق نجاحات في هذه الأولويات يعني أشرت إلى نقطة مهمة وهي إصلاح الأمم المتحدة البعض ينتقد واشنطن لأنها تحاول الإدارة الأمريكية تحاول أن تبدو وكأنها غير مهتمة بوجود هذه المنظمة الدولية هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح الولايات المتحدة تقدر الأمم المتحدة والقوة في الاجتماع في هذه الجلسات مثل هذا الأسبوع فنحن طبعا سنكون منخرطين في أدة لقاءات مثلا الرئيس ترامب سيعقد جلسة في مجلس الأمن هول عدم انتشار الأسلحة أسلحة الدمار الشامل والسوريق الباليستية وإلى آخره نستكمل الحوار مع الأستاذة إيركا تيوسانو المتحدثة باسم الخارجية باللغة العربية في المكتب الإقليمي في دواي يعني من كوريا الشمالية إلى إيران هل ستكون هناك رؤية أمريكية جديدة تجاه الملف النووي الإيراني؟ طبعا الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران استراتيجية قوية وواضحة نحن نريد من إيران أن تتصرف كدولة طبيئية وواقف نشاطاتها المزعزة للاستقرار في المنطقة فإحنا طلبنا من إيران واقف دعمها للإرهاب وواقف الدعم للميليشيات في المنطقة التي تتدخل في الشؤون الدول المجورة وأيضا في مجال الملف النووي طبعا نريد تعزيز أنظمة التفتيشات لنتأكد أن إيران لن تقترب إلى امتلاك أسلحة نووية أبدا فلذلك الولايات المتحدة ستتكلم عن الكثير من القضايا حول إيران هذا الأسبوع ونسيت نقطة مهمة وهي أنه سنركز أيضا على الصواريخ الباليستية وواقف دعم إيران للميليشيات يعني هي تزود مثلا صواريخ الباليستية للهوثيين في اليمن فهذا فقط مثال واحد من أمثلة كثيرة حول نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة وسنرى موقف حاسم من قبل الولايات المتحدة خلال الأسبوع هناك حديث عن اجتماع مخصص لمناقشة الملف النووي الإيراني نعم يعني الوزير بومبيو سيعقد اجتماع وسيلقي خطاب حول إيران وحول الاستراتيجية الأمريكية وطبعا سنؤكد مرة ثانية حملتنا الدبلوماسية القوية لفرض الأقوبات على إيران لمحاسبة إيران النظام الإيراني لهذه النشاطات في المنطقة والهدف هو أنه يعني نجمة الإجماء الدولي حول هذه الهملة الدبلوماسية وتأثير على تصرفات النظام الإيراني حتى يكون إعادة استقرار المنطقة يعني البعض يقول أنه خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران ربما كان خطأا ربما يعني كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعتمد أسلوب الحوار مع الإيرانيين من أجل الحصول على نتائج إيجابية هل تعتقدين بأن الضغط على إيران سيأتي بهذه النتائج؟ طبعا الولايات المتحدة انساهبت من الاتفاق النووي لأنه بالأسف هذا الاتفاق فيه ثغارات كثيرة هناك ثغارات مثلا في مجال عدم وجود أي بنود حول الصوريخ الباليستية هناك مثلا قيود على البرنامج النووي في إيران ستنتهي صلاحياتها بعد سنوات ولا نريد ذلك نحن نريد أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية فلذلك نحن نسع إلى إبرام اتفاق قوي الذي يشمل كل نشاطات إيران القبيثة في المنطقة ماذا عن ملفات أخرى ساخنة في المنطقة مثلا ملف السوري؟ بالنسبة للملف السوري طبعا الولايات المتحدة يعني احنا كثير منخرطين في الملف السوري نحن نشتغل في الأمم المتحدة من خلال دعمنا للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وهي عملية جنيف والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وهذا يطلب للإصلاح دستوري في سوريا وإجراء الانتخابات هرى ونازيحة ونريد يعني إنهاء الصراع في سوريا نريد إنهاء هذا العنف الذي سبب معناء الشعب السوري فسنرى الكثير من الولايات المتحدة لدعم هذه الأمليات السياسية من ضمن التطورات في الملف السوري اليوم سيد جون بولتون المستشار الأمن القومي الأمريكي قال بأنه إقدام روسيا على تزويد سوريا بمنظومات دفاع صاروخية S300 يعني يعتبر تصعيد خطير هل هناك تفسير لهذا التصريح؟ طبعا الولايات المتحدة قلنا منذ البداية أننا نريد تخفيف التواطر في سوريا لا نريد التصعيد فلذلك نحن ندعو إلى اتفاقات وقفة ناق النار مثلا في إدلب الآن وندعو إلى وقف العنف حتى يكون فرصة لنجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ماذا عن ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة؟ غدا ستعقد القمة الخامسة بين رئيسين السيسي وترامب ما المنتظر؟ طبعا يعني الإلاقة بين الولايات المتحدة ومصر إلاقة أميقة وتاريخية نحن نتعاون في عدة مجالات مختلفة في مجال الأمن في الاقتصاد في التبادل الثقافي في تعليم هناك ملفات كثيرة ومصالح مشتركة كثيرة وأيضا نعتبر مصر دولة تلعب دور قيادي في حل الأزمات الإقليمية فلذلك نتطلع إلى نتائج هذه اللقاء وإن شاء الله سنرى النتائج أشكرك شكرا جزيلا لأستاذة إركا تشوسانو شكرا جزيلا يعني كان هذا الحوار مع الأستاذة إركا تشوسانو متحدث باسم الخارجية باللغة العربية الخارجية الأمريكية وزي ما قلنا لحضراتكم أنه من المنتظر بعد أقل من ثلاث ساعات من الآن أن يعقد اللقاء الخامسة القمة الخامسة التي ستجمع الرئيسين ترامب والسيسي في مقر إقامة الرئيس السيسي في فندق بالس في نيويورك تحدثنا عن النشاطات التي قام بها الرئيس السيسي خلال هذه الفترة منذ وصوله إلى نيويورك وحتى الآن وسنتابع هذه النشاطات تباعا زي ما قلنا لحضراتكم إن شاء الله سنتابع هذا اللقاء الهام القمة الخامسة بين ترامب والسيسي اليوم الآن أدعوكم لمشاهدة حوار أجريناه مع سيد خالد اليماني وزير الخارجية اليمني وأهم الملفات المتعلقة بأزمة اليمن على طاولة الأمم المتحدة في الدورة الثالثة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة